بين صور ومجسمات 27 باين تعاقبوا على حكم تونس في عهد دولتين العثمانية والحسينية يتجول زائر معرض عهد الأمان لاستكشاف معالم حقبة صنفها المؤرخون كأكبر صحوة شهدتها تونس لسيما على مستوى تطوير التشريعات والقوانين ففي سنة 1857 أصدرت تونس عهد الأمان الذي ينص على المساوات بين المسلمين وغير المسلمين عقب حادث الحكم على يهودي بالأعدام بتهمة سب الذات الإلهية لتفتح صفحة جديدة من صفحات التعايش السلمي بين مختلف الأديان عهد الأمان للجميع السكان الإيالة التونسية والأجانب من يهود وفرنسيين وإيطاليين لأن في الوقت ذلك كانت التجارة ما بين تونس وما بين أوروبا كثيفة جدا المعرض تضمن أيضا وثائق تاريخية هامة كدستور 1861 الذي يعد أول دستور عربي استبقى تاريخ الاستعمار الفرنسي لتونس هذا فضلا عن الأزياء العسكرية والأسلحة وغيرها من رموز الدولة التي اكتشفها رواد المعرض لأول مرة حابنا نحكيه على فترة الإصلاحات التي أعطيت نظر جديد فكرة جديدة على الحكومة والسياسة والثقافة تقدم الثقافة في تونسي الفطرة التي تمشي من 1837 إلى 1881 وحبنا نقدمه في المعرض نعرض قطاعات مهمين برشة لتاريخ تونس زوار المعرض جلهم من طلاب المدارس والشغفين بعلم التاريخ حيث كانت لهم فرصة اكتشاف معالم حقبة ثرية في تاريخ تونس الوثائق الموجودة هذه توعي المواطن التونسي وعنها بصفة عام الشعب التونسي على تاريخه وعلاقاته وعلاقة تونس في الفطرة هذه مع الامبراطورية الروسية علاقته مع فرنسا مع انجليترا معرض عهد الأمان يشكل فرصة لتوثيق مراحل وقوانين أهم في تاريخ تونس وفي مقدمته قانون إلغاء العبودية الذي يعد من أهم المنعراجات في تاريخ البلاد وفي تاريخ الدولة العثمانية عموما عهد الأمان رحلة في تاريخ أكثر من مائتي سنة من حكم الباية في تونس حقبة تخللتها أحداث مفصلية مثل إلغاء الرقي وإصدار وثيقة عهد الأمان وسن أول دستور في العالم العربي والإسلامي من مقر معرض عهد الأمان في القصر السعيد بالعاصمة تونسية طفيق العيشي الحرة